أحكولي تجربتكو على الإنستجرام أنا ممكن أنا أبتدي لأن أنا حضرت بداية السوشيال ميديا فبالنسبالي الناس بتتواصل مع بعض بيشاركوا بعض أرأهم بيشاركوا بعض أفرحهم أحزنهم ما كانش السوشيال ميديا موجودة عشان الناس تدايق بعض أو الناس تبقى عيشها في رعب بتالي هو ده اللي كلنا بنسميه سايبر بوليين ده التنمر الإلكتروني بالعربي وإنه بقى للأسف موجود كتير جدا كمان حاجة تانية إن بقى في حاجات على إنستجرام وإنتي اللي علمت هالي هي ليلي دايماً هالي بتشجعني يعني بتشجعني عمليله بلاق عمليله طب إزاي وريني فتبتدي هي توريني إحنا طبعا مش هنقعد نمسح كل كومنت يعني بيقى فيه كومنت كتير قوي صح إن إحنا مش هنقعد نختار يعني في حاجة بقت أسهل من كده إيه بقى تستخدم كذا كومنت وتمسحيها في نفس الوقت طيب ده أحسن لأن ده كان بيخلينا نكسل إنه إحنا نشيل الكومنت أو نرابورتتتتتت وكمان لو فيه كومنت كيسة يكنتبين ذنبين إنه يبوك اللي قبل ما حد يدخل على كومنت ساكشن يشوفها كلها إيه يعني يشوفوا كومنت أكتب حاجة هي هتدايق الناس إزاي أحياناً بتبقى كومنت الحقيقة ملهاش معنى أكتر ما هي كمان مؤزية يعني حد يكلمك في إنك مثلاً إيه ده عجزتي قوي طب تمام يعني الحمد لله بس هو إيه اللي بيوقف الزمن يعني هو أنا عملت حاجة فحصلي كده لأ ده الطبيعي عشان كده إنستجرام بتعمل فيتشريز جديدة فيه كمان إنك تميوتي كلام معين إنتي مش عودة تشوفيه يعني تختاري كلمات معينة بتدايقك وتحطيها فأول ما إنستجرام حد بيجي يكتب الكومنت فيه كلمة من الكلمات اللي انت مش عجبايكي موجودة فما يطلعش الكومنت أيوة ممكن هي ميوت الكومنت فكومنت مش هتتبعتك أصلاً ولا هتشوفيها أوكي وهو كده كده دائماً إنستجرام بيدي ورنين لحد اللي هيكتب الكومنت بيقوله أنت متأكد أنك عاد وستبعت كده وإيه تاني؟ فيه إنك تخدي بريك من ماي أكاونت ما تشوفيش ما البوست بتوعي والستويز كده كده ممكن تختاري هعد من مين مين يشوفها ومين ما يشوفهاش ممكن تختاري مين يرد عليها كمان ومين ما يردش فيه ناس في سنوكو بيهددوا بعض بصور في الدايركت ميسجز بيخوفوا بعض بحاجات يعرفوها عن بعض فيه حاجات بتبقى سيريوس وزمان كان دايما نازم ناس كتير قوي تعمل ريبويت للأكاونت عشان يتشال صح بس دلوقتي ممكن لو اثنين أو ثلاثة بالكتير عملوا ريبويت للأكاونت ممكن عادي يتشال طب دي ميزة عند إنستجرام أكتر من بقية الحاجات يعني وبتقلم وتهد وإنت تفتكر إنها حاجة بسيطة وفيه كلمة تانية بتطبطب عليك وبتطمنك وبتكبرك حاسبوا على كلامكو حاسبوا على كلامكو